طرق باب بيتها بالحلال وقال لها مهروكي باقة ورد مع ألف دينار هل تقبلين؟ فقالت نعم فكسروا قيود بعض التقاليد الهجينة ذلك هو محمد شاب عشريني اتفق مع خطيبته على أن يكون عقد زواجهما بمهر معجله باقة ورد مع ألف دينار ومؤجله حجة بيت الله والرواية الكاملة لقصتهم يرويها لنا محمد أنا محمد قررت مع خطيبتي أن أكسر بعض التقاليد وبعض العادات وأكيد بالاتفاق مع أهلنا طبعا وصار عقد زواجنا المقدم باقة ورد وألف دينار والمؤخر حجة بيت الله واللي انتشار وصار حديث الناس بالسوشال ميديا محمد يعمل بمجال الصحافة يشاهد يسمع وينقول قصصا عدة من بينها مشاكل العزفين عن الزواج وما باتت تطلبه بعض العوائل من أموال طائلة يقول أنه قرر عند زواجه أن يقدم على هذه الخطوة علها تساهم في تغيير بعض التقاليد المستحدثة قرر وأكانت عائلته داعمة لقراره طبعا أنا خطأت هذه الخطوة حتى أشجع من خلالها المقبلين على الزواج أنه يسوون مثلنا لأن نشوف أن الزواج صار يكلفوا هواية وبعض من أهل العروس دا يطلبون مبالغ هواية فغاية هي تغيير مفاهيم خاطعة أنا يا أخو كنا بالعائلة أيدنا فكرته لأن نشوف أن بعض الزواجات صارت أقرب للتجارة من يطلبون مبالغ هواية فممكن بخطوة محمد الناس تعيد حساباتها وتقلل من الطلبات على العريس حتى يسهلون وما يعقدون الزواج ومنذ عقد قيرانه أضحى زواج محمد حديث الناس لسيما في مواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت عقد زواجه بشكل واسع البعض أيد والآخر عارض لكنه كسر بعض القيود عله يشجع المتخوفين من الزواج الدخول إلى القفص الذهبي وقد أكون أنا واحدا منهم من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر